اشتركوا في القناة مبعوث الروسي يقول ان تركيا تتصرف كدولة محتلة في سوريا ويستبعد التطبيع بين الطرفين مقتل عشرين شخصا بغارتين اسرائيليتين على دمشق واسرائيل تتحدث عن استهداف مراكزا لحركة الجهاد وزير اسرائيلية توقع ان تتخذ ادارة ترامب المقبلة نهجا متشددا ضد ايران وطموحاتها النووية اليونان تجري محادثات مع اسرائيل لبناء نظام القبة الحديدية الدفاعي المضاد للطائرات والصواريخ اكد المبعوث الروسي الى سوريا اليكسندر لافرينتييف ان تركيا تتصرف كدولة محتلة في سوريا وانه من الصعب على دمشق الدخول في حوار مع انقرة دون ضمانات معينة بشأن الانسحاب من البلاد ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافرينتييف قوله ان الامر يتعلق بدعم تركيا للمعارضة السورية مضيفا ان القضية الرئيسية هي انسحاب القوات التركية من سوريا واشر المبعوث الروسي الى انه من السابق لأوانه توقع التواصل على مستوى اعلى كما كان الحال قبل ثمانية عشر شهرا تقريبا عندما جرى تنظيم اجتماعات وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء اجهزة المخابرات بين روسيا وايران والسوريا والنظام التركي وجاءت تصريحات لافرينتييف غدات اعلان رئيس النظام التركي رجب اردوغان الاربعاء انه لا يزال يأمل في امكانية اللقاء مع نظيره السوري والمضي في تطبيع العلاقات التركية السورية اصبح رئيس النظام التركي رجب اردوغان لا يتوانى عن حضور اللقاءات السياسية ليتخذها وسيلة لتحقيق مآرب سياسته وخاصة فيما يتعلق بحرب غزة الا انه في كل ميدان تختلف دعواته ومطالبه عن الاخر ما يثير جدلا واسعا حول المقاصد التي يريد طرحها ويطرح تساؤلات حول مدى ادراكه لما يفعله لم يكن رئيس النظام التركي رجب اردوغان ليفوت فرصة حضور القمة العربية الاسلامية غير العادية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض ليطل من خلالها على انه من المكلومين لما يجري في قطاع غزة الفلسطيني ويمرر رسائله الخاصة فيما بعد وعلى هامشي هذه القمة التقى اردوغان الاثنين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الفندق الذي صدف قمة الرياض بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الاعلام سياسات المضطربة ومريبة يمارسها اردوغان حيث رأى محللون السياسيون انه لا يستقر على حال وملئ بالتناقضات السياسية فاظهرت مثلا مشاهد من القمة العربية الاسلامية غياب اردوغان عن مقعده خلال كلمة الرئيس السوري بشار الاسد وخلال مغادرة اردوغان السعودية ذكرت وسائل اعلامية انه ادلى بتصريحات صحفية في الطائرة اعرب خلالها مجددا عن امله في لقاء الرئيس السوري بشار الاسد الذي لم يقدم اي مقترحات جدية من اجل الحوار معه وفي زيادة لتناقضات نظام اردوغان اكد وزير دفاعه ياشار جولر قبل ذلك بيوم ان تركيا لن تنسحب من سوريا في حين ينادي اردوغان في المحافل الاعلامية بضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة ولبنان متجاهلا وضع قواته وفصائله الارهابية في الشمال السوري وبينما اخذ اردوغان يتباك في كلمته بالقمة على حال الفلسطينيين في قطاع غزة مجرما القصف الاسرائيلي هناك يبدو انه تناسى قيامه بذات الدور مع اختلاف ميادين القصف فهو الذي يتخذ من شمال وشرق سوريا مسرحا لاعتداءاته قتل عشرون شخصا واصيب واحد وعشرون اخرون فيه هجومين اسرائيليين على العاصمة السورية دمشق وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان غارتين اسرائيليتين استهدفتا منطقة المزة وقدسية في دمشق واسفرتا عن مقتل عشرة اشخاص في حي المزة ثلاثة مدنيين وعنصرين من الفصائل التابعة لايران وخمسة مجهولي الهوية وعشة اشخاص في قدسية بينهم ما لا يقل عن ثلاثة عناصر من حركة الجهاد الاسلامي من جانبها افادت وكالة سانة التابعة للحكومة السورية بمقتل خمسة عشر شخصا بينهم نساء واطفال واصابة ستة عشر اخرين جراء هجومين اسرائيليين في العاصمة دمشق وريفها يأتي هذا فيما قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الهجمات استهدفت مقرا لحركة الجهاد الفلسطينية وما وصفته باصول اخرى في دمشق دون الادلاء بمزيد من التفاصيل وفي سياق المتصل استهدفت غارات اسرائيلية لليوم الثاني على التوالي جسر الموح والجسر العالي بريف القصير قرب الحدود السورية اللبنانية فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على نحو ست وعشرين شركة وفردا وسفينة ذات صلة بشركة القاطرجي في سوريا والتي تقول واشنطن انها تمول فيلق القدس الايراني وجماعة الحوثي اليمنية وذكرت الوزارة في بيان ان الشركة السورية مسؤولة عن تحقيق ايرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني والحوثيين عن طريق بيع نفط ايراني الى سوريا والصين وقال برادلي سميث المسؤول بوزارة الخزانة ان ايران تزيد من اعتمادها على شركاء اعمال رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل انشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة من الوكلاء الارهابيين في انحاء المنطقة وتخضع شركة القاطرجي لعقوبات سابقة بسبب دورها في تسهيل بيع الوقود بين الحكومة السورية وتنظيم داعش الارهابي توقع وزير الطاقة في مجلس الوزراء الاسرائيلي ايلي كوهين ان تتخذ ادارة الرئيس الامريكي المقبل دونالد ترامب نهجا متشددا ضد ايران وطموحاتها النووية وسط التوتر الذي يشهده الشرق الاوسط منذ اكثر من عام على خلفية الصراع الذي بات مباشرا بين اسرائيل وايران وادرعها في سوريا ولبنان والعراق واليمن توقع وزير الطاقة في مجلس الوزراء الاسرائيلي الامني ايلي كوهين ان تتخذ ادارة الرئيس الامريكي المقبل دونالد ترامب نهجا متشددا ضد طهران وطموحاتها النووية كوهين في مقابلة مع رويترز ذكر ان الرئيس الامريكي المنتخب ترامب عين موظفين كبارا يدعمون العمل بحزم ضد ايران منوها الى ان فترة ادارته السابقة اتسمت باستقرار اقليميا اكبر وان في نهاية فترة رئسته كدت ايران ان تغير سلوكها بشان القضية النووية بسبب العقوبات مشيرا الى ان تال ابيب ترى ان سياسة ادارة ترامب المقبلة ستستمر على هذا المنوال وان القضية الاكثر اهمية بالنسبة لاسرائيل هي التعامل بحزم مع ايران وحول التوتر الذي تشهده لبنان على خلفية العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد حزب الله لفت الوزير الاسرائيلي الى ان بلاده اقرب من اي وقت مضى للتوصل الى اتفاق ينهي القتال في لبنان ويبعد الحزب المدعوم من ايران عن حدودها على حد وصفه ولكنه اصر على ضرورة ان تحتفظ اسرائيل بحق القيام بعمل عسكري ضد حزب الله في حالة انتهاك الاتفاق يذكر ان الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب وخلال حملته الانتخابية قال ان سياسة بايدن المتمثلة في عدم فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط الايراني اضعفت واشنطن وشجعت طهران وجعلتها تبيع النفط وتجمع الاموال وتزيد من محاولاتها النووية ونفوذها عن طريق الجماعات المسلحة رفضت وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك اقتراح الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل بتعليق الحوار السياسي المنتظم مع اسرائيل وافادت الوزارة ان الحوارات السياسية في اطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل توفر فرصة منتظمة لمناقشة الامتثال للقانون الانساني الدولي بالاضافة الى تقديم المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة واكدت وزارة الخارجية الالمانية على موقفها المتمثل في اهمية الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مشيرة ان قطع الحوار لن يساعد احدا سواء من الجانب الفلسطيني او الاسرائيلي وفي وقت سابق من يوم الاربعاء افاد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي ان بوريل اقترح ان تعلق الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الحوار السياسي مع اسرائيل بسبب الحرب التي تخوضها في قطاع غزة بدأ الجيش الاسرائيلي يرسم واقعا جديدا بقطاع غزة حيث قام بانشاء محاور جديدة تفصل شمال القطاع عن مدينة غزة الى جانب محور نتساريم الذي يفصل المحافظات الشمالية عن جنوب القطاع يوسع الجيش الاسرائيلي بشكل كبير محاور تواجده بغزة ويقطع اوصال القطاع خاصة محور نتساريم الذي يفصل جنوب غزة عن شمالها كما يقوم الجيش بفصل مناطق شمال القطاع الى محورين ويعز المدينة غزة عن شمالها تقسيم قطاع غزة الى عدة محاور المحور الجنوبي والمحور الشمالي وقسمهم من خلال محور نتساريم في وسط قطاع غزة المعروف بمنطقة وادي غزة عمل الاحتلال ايضا على تقسيم منطقة شمال قطاع غزة منطقة شمال الوادي في منطقة محور جديد ربما يعمل الاحتلال على بنائه الان وهو منطقة الصفطاوي في هذا المحور الذي اسمه الاحتلال محور بنفلاسيم الذي ايضا يقوم على فصل شمال قطاع غزة الى قسمين وإلى نصفين وبالتالي هو يحاصر النازحين في منطقة مدينة غزة ويحاصرهم ايضا في منطقة شمال قطاع غزة الجديد بعد العملية البرية قرابة 38 يوم للعملية البرية في شمال القطاع أصبح هناك أيضا تقسيم جديد حيث قسم مدينة غزة عن منطقة الشمال عملية تهجير قصري للسكان ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع حيث قام بتشريد الفلسطينيين وتهجيرهم من محافظة الشمال إلى مدينة غزة تحت قصفه ونيرانه فهذه الحاجة الفلسطينية التي تعاني ويلات الحرب وفقدت أبنائها وبيتها إلا أنها متمسكتون بأرضها ووطنها إنا قاعدين وين نروح ما لناش غير المكان هذا أولادنا كلهم راحوا صغار وكبار ورزقتنا راحة وكل حالنا راحوا ورغم هيك قاعدين ما بضل الرزق تاعنا بقينا نشط غير راح أولادنا بقي طعمونا الله يرحمهم استشادوا أولادنا نعصروا دورنا تدمرك فش شعلنا وصمدين وين نروح يحاول الجيش الإسرائيلي فرض واقع جديد بغزة من خلال تقسيمه للقطاع والفلسطينيين تعرضون لمجازر وتجوية فالأسواق خالية والكثير منهم لا يجد مأوى لهم ومع ذلك متمسكين بوطنهم وذكر التقارير الإسرائيلية أن الجيش يخطط للبقاء في قطاع غزة فترة طويلة عبر إنشاء هذه المحاور التي باتت تقلق الفلسطينيين خاصة النازحين الذين يخشون أن تكون هذه سببا في منع عوجتهم إلى مناطق سقناهم ما تزال جملة من مشاريع القوانين بانتظار قرار يبت فيها من قبل مجلس النواب العراقي وعلى الرغم من انتهاء معضلة رئيس البرلمان عقب اختيار المشهدان إلا أن الخلافات بين القوى السياسية ما يزال عائقا أمام تمريرها هو أن حجم أداءنا التشريع والرقابي في المرحلة القادمة سيزداد رغم انتهاء أزمة رئاسة البرلمان العراقي وحسب المنصب لمحمود المشهداني إلا أن الخلافات لا تزال تعرقل مضي مجلس النواب في أداء مهامه الخاصة بالتشريع والمراقبة للأداء الحكومية أربعة مشاريع قوانين لا تزال تراوح مكانها منذ أشهر عدة هي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة الأراضي في المناطق المتنازحة عليها وتقاعد الحجد الشعبي دون وجود بارقة أمل للانتهاء منها قريبا هناك قوانين معطلة وهذه القوانين ستدخل في خارطة الصراع السياسي وربما هذه السنة التي سيكون فيها محمود المشهداني سيتعرض مجلس النواب أو القبة التشريعية إلى صراعات وتأخذ وقتا طويلا لن تنتهي بقضية أنه فقط الحديث بالإعلام وداخل مجلس النواب بل ربما ستعرق الكثير من القضايا والمصالح الخاصة بأشار العراق والمحافظات العراقية لا تنسى أن هناك الكثير من الأمور المهمة للمحافظات الموازنة إلى الآن لم تأتي إلى المحافظات العراقية في القضية ستطول وهذه رسالة إلى القوى السياسية كافة أنه يتفقون على القوانين المهمة لحل الكثير من المشاكل التي معاني منها الشعار العراق المشهداني ورغم حصوله على دعم واسع من الإطار التنسيقي الحاكم لتولي قيادة البرلمان الاتحادي تحدث أخيرا عن ضعف في الأداء النيابي وصعوبة تمرير مشاريع القوانين الخلافية واسط ترجحات بإمكانية ترحيلها إلى الدورة المقبلة لاعتبارات سياسية وأخرى مرتبطة بالوضع الإقليمي في كل دورة نيابية نشهد هذا الإخفاق الكبير من قبل أعظام جس النواب وزعماء الكتل السياسية بعدم تسريع والتعجيل من إتمام القوانين المهمة لربما يقبع ويقع في مقدمة قانون العفو العام قانون خدمة العلم قانون الأحوال الشخصية قانون الضرائب وهذا يدل على هناك فشل ذريع في هذه المنظومة السياسية البرلمانية بالوقت التي كانت يجب أن تكون هي تطالب بهموم الشعب باتت الآن تبتدع بعض الأشياء ومن ضمنها هذه البدعة السياسية الكبيرة هي بدعة السلة الواحدة أعطيني وأعطيك وهذا كله يعول بسبب التوافقات السياسية والتناحرات ويني للمكاسب باعتبار أن هذه أعضاء مجلس النواب لديهم أجندة خاصة ولديهم أحزابهم التي تأمل وتنهى وبالنتيجة من يعاني هو المواطن من يعاني هو الاقتصاد من يعاني هي البنية التحتية وتتعالى الدعوات الرسمية والشعبية لإنهاء ظاهرة تعطيل عمل مجلس النوابي واقتصار دوره في التصويت على بعض القوانين التي لا تسمن ولا تغني ولا تدخل في صلب حياة المواطن ومعاملاته اليومية وعدم تمرير مشاريع مثيرة للجدل لعل أبرزها تعديل قانون الأحوال الشخصية وما سببه من إشكالات عديدة داخل وخارج العراق باتواضحا لدى الشارع العراقي أن أغلب الاتفاقات تبنى على أساس المحاصصات الحزبية دون النظر إلى مصلحة المواطن ما يجعل البلد ساحة لصراعات الداخلية ويعطي الفرصة لتدخل بشؤونه من قبل جهة خارجية إيهاب ركابي اليوم مدينة البصرة قال مسؤولون يونانيون أن أثنى تجري محادثات مع إسرائيل لبناء نظام القبة الحديدية الدفاعي المضاد للطائرات والصواريخ بهدف تحديث قواتها المسلحة وبحسب المسؤولين فإن تكلفة بناء هذا النظام الدفاعي تبلغ ملياري يورو حيث من المرجح أن تحاكي هذه الدفاعات نظام القبة الحديدية الإسرائيلي وغيره من الأنظمة التي تعترض الصواريخ الطويلة والقصيرة المدى وقال مصدر مطلع لرويترز بعد إفادة سرية مع وزير الدفاع اليوناني ميكوزدين دياس إن الخطة هي إنشاء نظام متعدد الطبقات مضاد للطائرات والمسيارات مبينا أنهم يجرون مناقشات مع إسرائيل في هذا الشأن ويأتي هذا في وقت تشهد العلاقات التركية اليونانية خلافات بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك الحدود البحرية وموارد الطاقة والمجال الجوي في شرق البحر المتوسط سيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الكونغرس بعد الفوز الذي حققه في انتخابات مجلس النواب الأمريكي وشكل الجمهوريين الأغلبية بعد فوزهم في ولاية أريزونا إلى جانب فوزهم في ولاية كاليفورنيا وحصوله على 218 مقعدا في مجلس النواب ومع الأغلبية الضائلة التي حققوها يتطلع القادة الجمهوريون إلى تفويض وتنفيذ رؤية ترامب للبلاد بسرعة ووعد الرئيس المنتخب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في البلاد على الإطلاق وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية ومعاقبة خصومه السياسيين والسيطرة على أقوى أدوات الحكومة الاتحادية وإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي قالت المرشحة حديثا لرئاسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأمريكية تالسي جابراد إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أجرى معها محادثة بشأن العمل الذي يجب القيام به خلال عرض المنصب عليها والأربعاء أعلن ترامب ترشيح تالسي جابرد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية التي شغلت في السابق عضوية مجلس النواب الأمريكي عن ولاية هواي لصالح الحزب الديمقراطي من عام 2013 إلى عام 2021 وفي حال تأكيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أصبح يسيطر عليه الحزب الجمهوري اختيار ترامب لجابرد فإنها ستكون أعلى مسؤولة في الحكومة الأمريكية مختصة بإدارة مجتمع الاستخبارات الأمريكي والإشراف عليه ترجمة نانسي قنقر أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تشكيلته الوزارية الجديدة والتي يغلب عليها الطابع المتشدد وفقا لمراقبين سيما وأنها ستحمل رؤى جديدة ومعالجات مغايرة للسياسات الخارجية القديمة في مجمل القضايا العالمية لأسيما في الشرق الأوسط كغزا ولبنان وسوريا بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية والعلاقة مع الصين وإيران وبقية الملفات الأخرى بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية تتجه الأنبار إلى تشكيلة جديدة التي اختارها دونالد ترامب للتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية والتي يغلب عليها الطابع المتشدد وفقا لمراقبين سيما وأنها ستحمل رؤى جديدة ومعالجات مغايرة للسياسات الخارجية القديمة في مجمل القضايا العالمية لأسيما في الشرق الأوسط كغزا ولبنان وسوريا بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية والعلاقة مع الصين وإيران وغيرها من الملفات أولى هذه الاختيارات كان مايك وولتز مستشارا للأمن القومي ويعرف وولتز بمواقفه المتشددة تجاه الصين وروسيا كما أنه من منتقدي حلف شمال الأطلسي الناتو وكان من أبرز منتقدي انسحاب إدارة الرئيس الحلي جو بايدن من أفغانستان ومن المحتمل أن يركز على التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والنفوذ الإيراني واختار ترامب ويليام ماك جينلي مستشارا للبيت الأبيض إذ يمتلك خبرة طويلة في السياسة الداخلية حيث من المتوقع أن يقدم استشارات لترامب حول كيفية تنفيذ الأجندة المحافظة للإدارة بما فيها الإصلاحات الاقتصادية والأمنية وأن يلعب دورا كبيرا في تقديم الاستشارات حول كيفية التعامل مع المساعدات الأمريكية وتوجيهها لدعم الحلفاء الذين يتماشون مع رؤية أمريكا أولا كما عين ترامب ماركو روبيو وزيرا للخارجية المعروف بمواقفه المتشددة ضد إيران والصين وكوبا ومن المتوقع أن يسعى لتوسيع العقوبات ضد طهران وفرض ضغوط كبير على نفوذها الإقليمي في سوريا ولبنان واليمن وسيعمل على تعزيز العلاقات مع حلفاء واشنطن إضافة إلى أنه من مؤيدي التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفي وزارة الدفاع اختار ترامب مذيع قناة فوكس نيوز بيت هيكسيذ الذي يدعم تدخل العسكري الاستراتيجي فقط في حال تهديد المصالح الأمريكية بشكل مباشر وتعزيز الدفاعات العسكرية لدول حليفة كإسرائيل ضد أي تهديدات إقليمية محتملة ومن أشد المحذرين من قدرات الصين العسكرية وضرورة الاستعداد لها وحول التأثيرات المحتملة يرى مراقبون أن تتجه الإدارة الجديدة لترسيخ نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ولكن بتكاليف أقل على الصعيد العسكري والعمل على تقليص النفوذ الإيراني مع الاعتماد على شركاء وحلفاء لتعزيز الاستقرار في المناطق ذات الأولوية الاستراتيجية وانتهاج سياسة متوازنة مع روسيا ومتشددة مع الصين ذات النفوذ الاقتصادي العالمي أما في سوريا فيشير المراقبون إلى أن إدارة ترامب ستتبنى نهجا حذرا تجاه الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا مع تقليص التدخلات العسكرية المباشرة والتركيز على دعم قوات سوريا ديمقراطية في إطار مكافحة الإرهاب كما قد تعمل الإدارة الجديدة على الضغط باتجاه تسوية سياسية خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التوترات مع إيران وروسيا في المنطقة نهاية نشرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر